طلاب العلم في كل مكان طلاب الصف الخامس الابتدائي مشاهدين الكرامة السلام عليكم وآلهم بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلم للصف الخامس الابتدائي حلقتنا النهاردة مويزة لإن احنا هنبدأ فيها مع بعض حل أسالة التقييمات الإسبوعية ومعدنا النهاردة مع التقييم الإسبوعي الأول وعايزين قبل ما نبدأ الفيديو سواني بسيطة ننزل أسفل الفيديو ونضغط على رمزة عجبني علشان ده بيوصل الفيديو لكل زملائنا وكلهم يستفيدوا زي ما احنا متعودين من العام الماضي إن التقييمات الإسبوعية بتكون 3 نمازج هنبدأ دلوقتي مع النموذج الأول ونحل أسالته بالتفصيل وأول سؤال عندنا بيقول لي أكمل يعتبر نقط والماء من الأحتاجات الأساسية للنمو وبقاء الكائنات الحية طبعا الكائنات الحية علشان تنمو وتبقى على قيد الحية بتحتاج المية وأيضا بتحتاج الهواء يبقى في النقط هنكتب كلمة الهواء السؤال التاني عندنا بيقول لي ما دور الجزور في حصول النبات على الغزاء أي نبات بتكون من 3 أجزاء رئيسية الجزء اللي موجود أسفل التربة ده اسم الجزور وإلى أعلى التربة اسمه الساق والجزء اللي من الأعلى خالص ده اسمه الأوراق دور الجزور إنها بتمتص الماء والعناصر الغزائية اللي موجودة في التربة يبقى هنفسك إجابتنا ونقول تعمل على امتصاص الماء والعناصر الغزائية من التربة السؤال التالت بيقول لي علل السكر ليس احتياجا أساسيا للنبات يعني النبات علشان ينمو ويبقى على قيد الحياة مش محتاج السكر بضرورة كبيرة هنقول السبب في ده لأن النبات بيعمل عملية اسمها البناء الضوئي داخل الأوراق ومن خلال عملية البناء الضوئي بيصنع غزاء بنفسه ومنها بيصنع سكر اسمه سكر الجيلوكوز يبقى الإجابة المنصقة هتكون لأن النبات يقوم بعملية البناء الضوئي وينتج سكر الجيلوكوز السؤال الاربع بيقول لي ماذا يحدث إذا لم يتلقى النبات الرعاية اللازمة لو أنا عندي بعض الزهور زريحة في بلكنت المنزل وأصبحت لا أهتم بيها ولا أرعاها إيه اللي يحصل للنباتات دي؟ فأقول له سوف تكون غير قادرة أو نكتب عدم القدرة على النمو والبقاء على قيد الحياة السؤال الخامس بيقول لي ما أوجه التشابه بينه؟ احتياجات كل من النبات والإنسان طبعا النبات أو الإنسان علشان يعيش له بعض الأشياء الضرورية المهمة علشان يقدر يستمر على قيد الحياة فيه احتياجات بتكون مشتركة بيعوزها الإنسان وبيعوزها النبات أيضا الاحتياجات دي هي أن كل من الإنسان والنبات بيحتاج إلى الماء والهواء والغزاء لينمو ويبقى على قيد الحياة ودلوقتي تعالي نشوف أسالة المجموعة الثانية ونحلها بالتفصيل وأول سؤال عندنا بيقول لي أكمل تساعد نقط النبات في الحصول على الماء من التربة إيه الجزء اللي موجود في جسم النبات وبيساعد النبات إن يمتص المياه والعناصر الغزائية من التربة؟ هقول لي الجزء ده هو الجزور السؤال الثاني بيقول لي ما دور السيقان في حصول النبات على الغزاء إيه الدور اللي بتقوم به ساق النبات؟ لأن النبات يحصل على الغزاء اللازم لنموه طبعا الجزور بتنتص العناصر الغزائية والمية من التربة وبعدين بتديها للساق الساق بتنقلها من الجزور وبتطلعها للأوراق يبقى دور السيقان هنقول إنها بتنقل الماء والعناصر الغزائية من الجزور إلى الأوراق السؤال الثالث بيقول لي علل يحتاج حيوان السنجاب الصغير إلى الغزاء طبعا السنجاب الصغير ده واحد من الكائنة الحية زي وزي أي كائن حي بيحتاج الغزاء علشان يحصل منه على الطاقة ويقدر يقوم بوظائف الحيوية المختلفة زي عملية الهضم وعملية الحركة وعملية التنفس وعملية الإخراج يبقى زي وزي أي إنسان أو زي أي كائن حي يبقى إجابتنا هنكتبها منسقة لكي ينمو ويقوم بوظائفه الحيوية المختلفة السؤال الأربعة بيقول لي ماذا يحدث إذا؟ إيه اللي هيحصل لو لم يتوفر للنبات الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية يعني إيه؟ الأشياء المهمة اللازمة لحياة النبات زي وجود تربة مناسبة زي وجود مية هوى وضوء شمس لو العناصر دي مش موفرة للنبات إيه اللي هيحصل؟ هنقول في الحالة دي عدم قدرة النبات على النمو والبقاء مما يؤدي إلى موت النبات السؤال الخامس بيقول ما الذي يحتاج إليه النبات ليبقى على قيد الحياة النبات علشان يستمر في النمو ويبقى عايش على طول؟ إيه اللي بيحتاجه؟ طبعا هنقول له أنه بيحتاج رضوء الشمس والمية والهوى لأن الثلاثة دول من خلاله ما هيقدر يعمل عملية البناء الضوئي ويصنع غزاءه لنفسه تعال نروح للمجموعة الثالثة ونشوف الأسئلة اللي عندهم ونحلها بالتفصيل وأول سؤال في المجموعة الثالثة بيقول لي أكمل يحصل النبات على نقط ونقط من التربة فيه عنصرين النبات بيمتصهم بوسطة الجزور من التربة يهم العنصرين دول هنقول له بيمتص الماء وبيمتص العناصر الغزائية السؤال الثاني ما دور الأوراق في حصول النبات على غزاء؟ طبعا زي ما قلنا من شوية أن النبات بيصنع غزاءه بنفسه من خلال عملية البناء الضوي وعملية البناء الضوي بتتم تحديدا داخل أوراق النبات يبقى الأوراق دي أقدر اعتبرها أنها مصنع للغزاء الخاص بالنبات يبقى دورها هنقول إجابة المنسقة هي مصنع غزاء النبات لأنه يتم فيها عملية البناء الضوي السؤال الثالث بيقول لعلل يحتاج جسم الإنسان إلى الماء والغزاء يوميا ليه أجسامنا؟ بتحتاج للمية وبنحتاج لتناول الطعام يوميا هنقول علشان خاطر نحصل على الطاقة ويقدر أجسامنا تنمو وتستطيع القيام بوظائفها الحيوية المختلفة زي عملية الحركة عطية الهضم عملية التنفس وغيرها من العمليات أو الوظائف الحيوية السؤال الأربعة بيقول لي ماذا يحدث إذا؟ لم يوجد جزور للنباتات لو النبات ما كانش له جزور إيه اللي هيحصل؟ النبات بالتأكيد مش هيقدر يمتص الماء ولا العناصر الغزائية من التربة وبالتالي هيضعف ويموت مما يؤدي إلى انقراضه يبقى هنسق إجابتنا؟ هنقول عدم قدرته على امتصاص الماء والعناصر الغزائية من التربة وآخر سؤال بيقول لي ما أوجه الاختلاف بينه احتياجات كل من النبات والإنسان الأشياء المختلفة بين النبات والإنسان إن النبات زي ما قلنا بيصنع غزائه بنفسه ولذلك بقول عليه كائن منتج لأنه بينتج غزائه أما الإنسان ما بيقدرش يصنع غزائه بنفسه وبيتغز على الكائنات الأخرى زي النباتات وزي الحيوانات يبقى الإنسان نقول عليه كائن مستهلك أما النبات ده كائن منتج يبقى إجابتنا هنكتبها ملسقة وهنقول إن النبات يصنع غزائه بنفسه فهو كائن منتج أما الإنسان يعتمد على غيره في الحصول على الغزاء أي أنه كائن مستهلك وكده أصدقائنا الأزائيين نكون شوفنا مع بعض التلات نمازج للتقييم الأسبوعي الأول تعالي دلوقتي كمان هنحل مع بعض أسئلة الأداء المنزلي أو الواجب المنزلي للأسبوع الأول وبذكركم بالتفاعل من خلال إن نحن نوقف ثواني بسيطة وننزل أسفل الفيديو وهنضغط على علامة أعجبني علشان ده بيساعد الفيديو إن يوصل لكل زملائنا في الصف الخامس لابتدائي معنا ويستفيدوا من المحتوى أول سؤال عندنا من أسئلة الواجب بيقول لي ما الاحتياجات الأساسية للنبات ليعيش وينمو؟ إيه الأشياء الضرورية للنبات؟ إيه من خلالها يقدر يستمر في الحياة وينمو؟ هقول لي الاحتياجات ده هي ضوء الشمس والماء والهواء السؤال التاني بيقول لي كيف تحصل النباتات على غذائها؟ إيه الطريقة اللي بيها النباتات بتقدر تحصل على الغذاء الخاص فيها؟ هقول له من خلال قيمها بعملية البناء الضوئي اللي بتتم تحديدا داخل عوراق النباتات؟ السؤال التالت في أسئلة الواجب بيقول لي ما المراحل المختلفة التي يمر بها النبات أثناء نمو؟ طبعا النباتات اللي موجودة حوالينا في المكان اللي احنا عايشين فيه دي نباتات كبيرة مرت بقدة مراحل علشان تبقى في الشكل ده أول مرحلة النبات ده كان عبارة عن بزرة صغيرة جدا حد زراعها في التربة وبدأ يسقيها بالماء البزرة تحولت إلى شجرة صغيرة اسمها شتلة وبعدين بدأت تكبر شوية وأصبح اسمها شجرة صغيرة وبعدين كبرت بقت شجرة كبيرة وبعدين بدأت في تكوين السمار اللي موجود بداخلها البزور اللي احنا بناخدها ونزراحها في تربة مناسبة علشان تبدأ نفس المراحل وتكون لي أشجار جديدة يبقى المراحل المختلفة اللي بيمر بها النبات بزرة شتلة شجرة صغيرة شجرة كبيرة ثم تكوين السمار السؤال الأربع بيقول لي أذكر بعض المكونات غير الحية اللازمة من أجل البقاء في أحد الأنظمة البيئية لو أنا عندي نظام بيئي وعايز أخلي الكائنات اللي موجودة في النظام البيئي ده تقدر تعيش إيه هي المكونات غير الحية اللي بتساعتها على أنها تقدر تعيش هقول له الهوى والتربة والمية وضوء الشمس وآخر سؤال عندنا في أسئلة الواجب بيقول لي علل يحتاج جسم الإنسان إلى الماء والغذاء يوميا به كل يوم إحنا بنشرب ميا وبنتناول وجبات غذاء مختلفة السبب في ذلك هنقول ليحصل جسم الإنسان على الطاقة اللازمة للقيام بالوظائف المختلفة ولكي ينمو يبقى على قيد الحياة وكذا أصدقان العزيزين نكون حلينا مع بعض أسئلة التقييم الأسبوعي للأسبوع الأول وكمان أسئلة الواجب المنزلي للأسبوع الأول وبنسعد جدا بتفعلكم معنا لو أنت استخدمت رمز عجبا يضغطوا عليها علشان ده بيساعد المحتوى لأنه ينتشر ويوصل لأكبر عدد من زملائنا كمان تقدر تعمل عملية المشاركة مباشرة مع زقل زملائك لو أنت استخدمت رمز المشاركة أما لو كنت أول مرة تشوفنا وحبيت أنك تتضم لأسرتنا علشان تشوف معنا شرح للدروس القادمة وكمان حلول للتقييمات الأسبوعية القادمة بكل تأكيد بنسعد من ضمامة لينا لو أنت ضغطت على رمز اشتراك أو كلمة سبسكرايب لموجودة أسفل الفيديو على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد لكم مني جميعا أطيب التحيات وأصدق الأمنيات بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة